السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائنا مشاهدي مشاهدي برنامج في بيتنا مدرسة واستكمالا لسلسلة حلقاتنا في برنامج بيتنا مدرسة أو في بيتنا مدرسة حلقاتنا الإسرائيلية في تخصص الكهرباء كلمنا قبل كده في حلقات سابقة عن أجزاء أو نقاط معينة من السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي وكنا بنتكلم في الجزئيات دي كنا بنتخاطب بيها أولياء الأمور أو أهلنا في البيت أو أبنائنا في المنزل وكيفية التعامل مع الكهرباء وكيفية الوقاية منها وشفنا فيديوهات وصور كانت بتوضح لنا كل الحاجات دي وشفنا كمان الأدوات والعدد اللي هي كان يعني مفيش بيت بيخلى من العدد والأدوات دي خصوصا أنه بتقابلنا بعض المشاكل في المنزل أثناء اليوم وممكن بحتاج أغير مأخذ كهرابي وقلنا أن المأخذ الكهرابي هو البريزة بالنسبة لنا بنحتاج نغير المفتاح بيبقى فيه مشكلة فيه كابل التوصيل لأي جهاز اللي هي الفيشة فبنحتاج أن احنا نغير الحاجة اللي فيها المشكلة فكان بالتالي بقف على الأدوات والعدد فبالتالي وضحنا مجموعة العدد والأدوات اللي أنا ممكن أستخدمها في البيت وما ينفعش البيت يخلى منها زي قلنا قبل كده المفك التست قلنا المفك العادي مفك صليبة قلنا كمان البنسة أو الزرادية قلنا كمان البنسة اللي هي ببوز اللي هي كانت البوزلينجة وقلنا بنستخدمها إزاي وقلنا فايدتها أن احنا بنسحب بها الأسلاك من أماكن ضيقة بحيث أن أنا ما ينفعش أمدي إيدي داخل جهاز أو آلة فيها طيار وقلنا أن من قواعد السلامة والصحة المهنية ليا في البيت أنه يكون لما هتعامل مع أي آلة كهربية أي جهاز كهرابي في المنزل لابد أن أنا أفصل الطيار الكهرابي عن الجهاز أو المعد النهاردة موضوع حلقتنا مختلف شوي مختلف عن اللي فات؟ لا مش مختلف عن اللي فات ولكن إحنا هنتكلم عنه بشكل يخص حلقتنا السابقة كانت بتخص المنزل أو يعني إزاي أحمي نفسي في المنزل لكن السلامة والصحة النهاردة سلامة والصحة المهنية إحنا هنتكلم عنها بشكل أعام اللي هو هيطبقها المصنع أو الشركة أو المنشأة المدرسة فكل الكلام ده أو كل المنشآت العامة الصناعية أو المنشآت الخاصة أو المدارس ده كلها منشآت بتطبق قواعد السلامة والصحة المهنية هو السلامة والصحة المهنية تفرق كتير عن الأمن الصناعي ده اللي هنعرفه من خلال شغلنا اللي احنا هنشتغله مع بعض والمفاهيم اللي احنا هنوضحها بالأمن الصناعي ونفرق بين الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية لو بصنا على بعض الصور اللي معانا النهاردة هنلاقي إنه من ضمن القواعد أو مهمات الوقاية والسلامة والصحة المهنية هي بيبقى حاجات موضحينها في الصورة ولو تاخد بالك إنه الموضوع مش مقتصر عن إن هي مهمات وقاية وسلامة والصحة المهنية بس بالعكس الموضوع مش بس كده الموضوع مختلف عن إنه بطبق القعدة وبس بس هو مين اللي عمل للقواعد دي مين اللي قام بقواعد السلامة والصحة المهنية لو قلنا اللي طبق قواعد الصحة والسلامة المهنية هنلاقي في هيئة خاصة أو جهاز مسؤول أو هيئة مسؤولة داخل كل منشأة صناعية عن تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية يعني داخل المنشأة الصناعية بلاقي إن فيه زي الإشراف الفني على المنتجات بلاقي فيه إشراف على تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية هم المسؤولين عن إنه مكينات الخراطة في ورش الخراطة مثلا أو مصانع الميكانيكية اللي هي فيها ورش فيها مكينات الخراطة والفريزة والمتقاب ومقشطة والماكينات اللي هي فيها أجزاء دوارة هم مسؤولين عن إنهم يعملوا تسوير حول المكينة لأي مكينات فيها أجزاء دوارة هم مسؤولين عن إنهم يعملوا تسوير حول المكينة تمام كده؟ لحماية وصول مثلا الأفراد للأجزاء الدوارة دي الفني هو شغال ممكن تحصل أي إصابة مثلا لو البلتو اللي هو لابسه حزام البلتو ممكن وهو شغال بإنحناء على المكينة لو في كفية أو في الكرفط أو أي حاجة نزلة من الملابس أو أي أطراف من الملابس بتاعته وده بيحظر إنه أي واحد أو أي فني يشتغل على أجزاء دوارة في مكينات بها أجزاء دوارة يحظر عليه تماما إنه هو يرتدي الأجزاء أو الملابس اللي هي إيه؟ يبقى الكم طويل مثلا أو الحزام بتاعها نازل من الأجناب أو مثلا فيه كفية بيرتدي كفية في فصل الشتة مثلا ممنوع الكلام ده كله وهو بيتعامل مع المكينات قطاع السلامة والصحة المهنية في أي منشأة ده قطاع مسؤول عن حماية الأفراد والماكينات تمام؟ حماية الأفراد والماكينات وده هنشوفه مع بعض في تعريفات السلامة والصحة المهنية وهنفرق مع بعض بين السلامة والصحة المهنية وبين الأمن الصناعي احنا تكلمنا قبل كده عن الأمن الصناعي فاحنا عايزين نشوف الفرق بين الاتنين تمام؟ تعريف السلامة والصحة المهنية معايا بيقول لي إيه؟ إنه تعريف السلامة والصحة المهنية هي مجموعة من الإجراءات آه خد بالك هنا بيقول لك إيه؟ هي مجموعة من الإجراءات والاحتياطات الوقائية التي تضمن عدم وقوع المخاطر وذلك للوصول إلى بيئة آمنة يبقى هنا عندي الجزء الخاص بالسلامة والصحة المهنية هي مجموعة إجراءات الهدف منها أنه هيئة السلامة والصحة المهنية المختصة في المنشأة الصناعية أو في المدرسة في المصنع في شركة في مستشفيات في أي مكان هي مسؤولة عن أنه توفر بيئة عمل آمنة تمام كده في العمل يبقى هي السلامة والصحة المهنية دي تطبق على فني الكهرباء أو فني الكهرباء في الشركة وتطبق على الفني اللي واقف على المخرطة الفني الخرطة وتطبق على الإداريين اللي هم راحين جايين في المنشأة في وسط المكينات ده كله برضو بيطبق عليهم قواعد سلامة والصحة المهنية طريقة دخول المصنع أو الشركة طريقة الخروج طريقة الخروج أثناء حدوث مخاطر سواء حريق أو زلزال أو أي نوع من المخاطر كل ده بيبقى مسؤولية جهاز السلامة والصحة المهنية الصور اللي معنا بتوضح العناصر أو مهمات الوقاية من مخاطر السلامة والصحة المهنية أو المخاطر اللي ممكن تحصل في أي منشأة لو بصينا على الصورة اللي معنا هنلاقي إن الصورة دي فيها الخوزة فيها النضارة فيها السيفتي فيها كمان السماعات فيها البلتو فيها يعني احنا شايفين كمان اللي هو السديري الملون بيبقى الفست الملون بيبقى كمان ده خاص به أو لون الخوزة كمان بيفرق من فني وبين الفني المشرف وبين المهندس يعني الألوان دي كلها بتختلف من حاجة أو من وظيفة لوظيفة أو من بوزيشن وظيفي لبوزيشن وظيفي طيب بعد كده تعريف الأمن الصناعي الأمن الصناعي عندي بيقول لي إنه هو تحقيق سلامة العمال من النواحي الصحية وحمايتهم من أخطار المهنة طيب لو جينا نتكلم بقى عن الأمن الصناعي الأمن الصناعي زي ما قلنا قبل كده هو بيتكلم في مهنة معينة تمام؟ الأمن الصناعي هو بيتكلم في مهنة معينة وزي ما قلنا في بداية حلقتنا إحنا بنخاطب الأفراد الفنيين أو العمال في المصانع والشركات المستشفيات المدارس طلبة المدرسين في المدارس إحنا يعني حلقتنا النهاردة هنخاطب بيها فئة مش زي الحلقات اللي فاتت مش اللي هي بنخاطب ناس معينين قاعدين في البيت عايزين نحافظ عليهم لأ إحنا هنا النهاردة الموضوع كبير الموضوع عام أشمل بيبقى عدد كبير من العمال في المصنع عدد كبير من العمال في أي منشأة في المدارس الطلبة الزحام أثناء تأديت العمل في المدرسة الزحام على صعود السلالم الزحام في الخروج فده كله بينظموا عملية اللي هو الجهاز الخاص أو الهيئة المسؤولة عن السلامة والصحة المهنية طب لو نجينا نقارن بين الاتنين بين السلامة والصحة المهنية وبين تعريف الأمن الصناعي إحنا دلوقتي قلنا إن الأمن الصناعي هو مسؤول عن مهنة بعينها تمام كده؟ الأمن الصناعي هو مسؤول عن مهنة بعينها لأنه في تعريفه قال لي تحقيق السلامة أو سلامة العمال من النواحي الصحية وحمايتهم من أخطار المهنة يبقى هنا بيتكلم عن مهنة معينة زي مثلا الأفراد اللي شغالين في فنيين الكهرباء تمام؟ فدي مهنة أو تخصص معين دي مهنة أو تخصص معين فني الكهرباء هيحتاج إيه في المهمات الوقاية بتاعته؟ لابد يحتاج جوانتي لابد إن الأدوات بتاعته تكون معزولة معزولة عزل جيد عزل كهرابي لابد كمان إنه هو بيرتدي الأفرول الخاص بالعمل لابد إنه يبقى فيه خوزة هل هيحتاج سدادات الأزن؟ شغل الكهرباء ما فيهوش ضوضاء فمش هيحتاج سدادات الأزن ما فيهوش شرارة أو يعني ما فيهوش شزايا متطيرة رايش متطير فممكن يستغنى عن النضارة الواقية ولكن تعالى على قسم مثلا الميكانيكا طلبة قسم الميكانيكا طلبة قسم الميكانيكا حنلاقي إنه هما بيحتاج سفتي عشان فيه أوزان وفيه حديد بيبقى موجود فيه الورشة فده هيحتاج إنه هو يحمي قدمه من أي أوزان أو أي أسقال بتقع على قدمه كمان بيحتاج الخوزة لإنه هيبقى فيه ممكن حديد متعلق أو حديد مركون أو تساقط أشياء صلبة على رأسه فهيحتاج الخوزة هيحتاج سدادات الأزن علشان الضوضاء الناتج فيه الورشة هيحتاج النضارة علشان إنه فيه الرائش المتطير يبقى كده ده الأمن الصناعي بيتكلم عن مهنة معينة الأمن الصناعي هنا بيتكلم عن مهنة معينة طيب لكن السلامة والصحة المهنية السلامة والصحة المهنية دي كانت بتبقى الموضوع شامل بيبقى شامل على جميع الصناعات جميع المهمات أو جميع المهن بيبقى ان هو بيوفر بيئة عمل امنة يعني ايه بيئة عمل امنة حيوفر تهوية جيدة في المنشأة في مكان العمل حيوفر اضاءة جيدة في مكان العمل تمام يبقى كده بيوفر بيئة يشوف الصناعة اللي هو بيشتغل فيها هل فيها ابخرة فيها ادخنة ناتجة عن العمل ولا لا كل ده بيبقى مسئولية جهاز الامن السلامة والصحة المهنية وبيترتب عليه بقى موضوع الامن الصناعي يعني بيترتب بعد كده موضوع الامن الصناعي طيب نشوف بعد كده دي مجموعة صور نتيجتها انه موضوع الامن الصناعي او السلامة والصحة المهنية كانت غير مدبرة بشكل كافي كانت غير مرتبة بشكل كافي كانت غير مرتبة بشكل كافي لانه عندي هنا نتجة بعض الإصابات نتيجة إنه مفيش تطبيق لقواعد السلامة والصحة المهنية لو خدنا بالنا من الصورة دي هنلاقي إن السلم اللي موجود آه هو فيه هنا حاطة الأمع بتاع اللي هو منطقة عمل واللافتة الصفرة اللي هي بتقول إنها منطقة عمل ولكن إنه السلم على أرض ملساء نعمة فدي مشكلة ممكن إن هي تسبب انزلاق للسلم نتيجتها إن الفني اللي شغال تسبب وقوعه أو سقوطه من على السلم كمان إنه من قواعد السلامة والصحة المهنية إنه طالما طلعت على سلم يبقى فيه هل السلم ده هيبقى ارتفاعه قد إيه براعي زاوية ميل السلم براعي الأرضية اللي محطوط عليها السلم براعي إنه يكون فيه حزام أو زي اللي هو حزمة الأمان أو الجنش أو اللي هو عملية ربط الفني بحيث إنه هو لو السلم حصله انزلاق على الأرضيات بيبدأ العامل يكون متعلق فيه وسيلة أمان تانية بيبقى متعلق فيه الأحزمة أو الأربطة اللي هي بتحميه إنه هو يسقط من أي ارتفاع ودي صور من الصور اللي إحنا شفناها لو بصنا على الصورة التانية اللي معانا الصورة دي هنلاقي فيها إنه فيه بعض الأصابات اللي ممكن تنتج فيه العمل طبعا عندي هنا فيه صورة لأحد العمال حصله إصابة نتيجة استضام أو سقوط من أعلى كمان عندي هنا فيه إصابة بسبب الصعق الكهرابي حصله صعقة كهربية هنا أو صدمة كهربية هنا عندي برضو نفس الحكاية إنه فيه صعق كهرابي أو إنه تلامس يعني هو حصله تلامس مع الأسلاك أو المواصلات أو الكابلات الحاملة للطيار عندي هنا بقى دي مخاطر إحنا يعني الصورتين دول بيوضحوا لي مخاطر ممكن تحصل في الشارع وأنا ماشي ممكن تحصل في المنشأة ممكن تحصل في البيت في المدرسة في أي مكان اللي هي إيه الاستضام أو إنه دس وهو ماشي بقدمه على خشب في قطع خشب أو بقايا خشب فيها مصامير أو في قطع زجاج أو أي نوع من الصدمات اللي هو يسبب لي مشاكل في السلامة والصحة المهنية أو عملية الأمان الصناعي داخل المنشأة طيب أهداف الأمن الصناعي أهداف الأمن الصناعي عندي هنقولها اللي هي في وظيفة مشرف الصحة والسلامة تمام؟ يعني أهداف الأمن الصناعي دي اللي بيحقق أهالي هو مشرف السلامة والصحة المهنية هي وظيفته وظيفة فرد أو المسؤول عن السلامة والصحة المهنية في المنشأة أو في المدرسة أو في المصنع في أي مكان هتطبق فيه سلامة والصحة المهنية ده حتى وإنت بتروح ترخص عربيتك هتلاقي أنه من ضمن قواعد السلامة والصحة المهنية اللي بيتطبقها وحدة المرور إن هي تعمل إيه؟ بتأكد معاك على طفاية الحريق الطفاية شغالة ولا لا؟ صلاحيتها منتهية ولا شغالة؟ بتأكد معاك على مسلس المرور المسلس اللي بيقى في العربية بتأكد معاك على الفيستو ما فيش حد بيرخص إلا لما يبقى معاه الثلاث حاجات دول تمام كده؟ يعني شوف قواعد السلامة والصحة المهنية إحنا خاطبنا مرة أهلينا في البيت بنخاطب النهاردة المنشآت الصناعية بما فيها وإنت راكب عربيتك كمان يعني من قواعد السلامة والصحة المهنية إن إنت وإنت راكب عربيتك قبل ما هتدور العربية طبعاً إنت بتروح بتتطمن على الزيت بتتطمن على مية العربية الكلام ده كله إنت بتطبق قواعد سلامة وصحة مهنية قواعد أمن صناعي كمان تمام؟ المسلس اللي موجود معاك في العربية لازم أنت بتستعمله وقت مثلاً بيبقى لو إطار السيارة وإنت ماشي حصل مشكلة في إطار السيارة فبتنزل عشان تحله وتركب فردة جديدة أو إطار جديد فاللي بيحصل إنك لازم تفرد المسلس تمام؟ ده قواعدة من قواعد السلامة والصحة المهنية شنطة الإسعافات اللي موجودة في العربية لو حصل أي إطار جروح صدمات يعني أن تجي تستضام أو أي حاجة فيه جرح قطعي أو أي مشكلة تقدر يبقى فيه إسعاف أولي لحد ما نحل المشكلة مع الإسعاف أو مع الهيئة المسؤولة برضو عن الإسعاف على الطريق تمام؟ فده كله بيبقى مسئولية مشرف السلامة والصحة المهنية تعدد موقفه ومكانه آه بيختلف موقفه ومكانه من المرور للمنشأة الصناعية في المصنع أو الشركة أو المستشفى أو المدرسة بيبقى المسؤول عنه هو مسؤول عن تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية نشوف مع بعض أول قاعدة من قواعد أو أهداف السلامة والصحة المهنية ووظيفة المشرف اللي هو هيأديها مشرف السلامة والصحة المهنية أول حاجة عندي بيقول لي توفير الحماية اللازمة لجميع عناصر الإنتاج والتقليل من عوامل الخطر وخاصة فيما يتعلق بالعنصر البشري الصورة بتوضح لنا أنه فيه فني حصل له استضام أو سقوط من أعلى المهم أنه فيه إصابة موجودة لفني وفيه شخص تاني بيحاول يسعفه طيب المهمة الأولى أو الهدف الأول لوظيفة أو السلامة والصحة المهنية الهدف الأول لها اللي هو توفير الحماية اللازمة لجميع عناصر الإنتاج تمام هو هنا بيتكلم عن جميع عناصر الإنتاج وكمان لأنه إحنا بنتكلم عن السلامة والصحة المهنية فهنا بنتكلم عن جميع عناصر الإنتاج يعني مكينات تمام وأفراد مكينات وأفراد وكمان بيندرج تحتها كمان يعني مع المكينات دي خد المادة الخام كمان اللي انت شغال عليها كل ده بيندرج تحته سلامة تحت بند السلامة والصحة المهنية فهنا لما قال لي توفير الحماية اللازمة لجميع عناصر الانتاج فهو بيتكلم عن العامل بيتكلم عن الماكينة او المعدة وبيتكلم عن المادة الخام او مادة الانتاج نفسها لاني لو وفرت قواعد السلامة والصحة المهنية لو وفرت عملت اسست نظام للحماية او السلامة والصحة المهنية الماكينات هتاخد صيانتها بشكل دوري مظبوط الافراد هيبقى موجود لهم لائحات او اليفطى اليفطى اللي هي بتبقى موجودة لائحات التحذيرية والارشادية اللي بتبقى موجودة في المنشاقة الصناعية ده كله هيبقى هيؤدي معايا في الاخر انه بيبقى في تطبيق لقعدة من قواعد السلامة والصحة المهنية او التقليل من المخاطر واهم مخاطر موجودة هي المخاطر اللي هي تتعلق بالعنصر البشري تمام طيب القعدة التانية ايه القعدة التانية بيقول لي الحد من الاصابات بالامراض المهنية الحد من الاصابات بالامراض المهنية وهنا لانه بيتكلم او لانه هو المسؤول عن السلامة والصحة المهنية لانه احنا قلنا دي اهداف السلامة والصحة المهنية وظيفة مشرف السلامة والصحة المهنية او المسؤول عن السلامة والصحة المهنية هنا هو وظيفته الوظيفة التانية او الهدف التاني ليه الحد من الإصابة بالأمراض المهنية زي ما قلنا قبل كده إن ممكن يكون المصنع أو الشركة اللي هو شغال فيها الفني أو المسؤول عنها مشرف السلامة والصحة المهنية يكون معاه المصنع ده بينتر عنه غازات وأبخرة وأدخنة سامة اللي هي تؤثر على صحة العمال فدايما يدور على التهوية الجيدة في المنشأة يدور على الإضاءة الجيدة تمام؟ يدور على مثلا هل التهوية في المنشأة الصناعية دي كافية إن هي تحمي العمال من درجات الحرارة المرتفعة من الاختناقات بعض المصانع بينتر عنها زي مثلا مصانع أو شركات الأسمدة شركات الأسمنت المصانع اللي هي بينتر عنها أبخرة وغازات سامة يعني بتضر بصحة الإنسان فبيبقى مشرف السلامة والصحة المهنية مهمته هنا يعني إنه هو يوفر البيئة الآمنة للعمل البيئة الآمنة هتتحقق إزاي في منشأة زي دي أو منشأة من المنشأات اللي بينتر عنها أبخرة وغبار وأدخنة بيبقى أهم حاجة بيحافظ على تهوية المكان وتهوية المنشأة بحيث إنه يبقى مسؤول أو مسؤول عن أماكن الشفطات اللي هتتحط عدد الشفطات اللي قوة الشفطات اللي هتتحط اللي هتتسحب الأبخرة إيه الوسيلة اللي هتدخلي هوى نقي نظيف داخل المنشأة بحيث إن العمال اللي شغالين هيبقوا يقدروا يتنفسوا بشكل طبيعي إيه هو في بداية العمل الصبح مهمات الوقاية الشخصية اللي هيرتديها للعامل أو الفني اللي هتحميه من المشاكل اللي موجودة داخل المنشأة فدي كلها مهمة أو وظيفة مشرف السلامة والصحة المهنية نشوف النقطة التالتة تقليل فرص إصابات العمل وحوادثها ودي إحنا قلنا إنه بيبقى إصابات العمل دي بتبقى شيء عارض شيء وارد إنه هو يحصل في أي وقت ولكن عملية التقليل منه عملية التقليل منه هي دي المهمة يعني إحنا عملية الإصابة ده شيء مقدر عادي ممكن في أي وقت تحصل الإصابة ولكن إحنا ككل واحد كده بيقولك اعمل اللي عليك فهو اعمل اللي عليك هو بقى هنا وظيفة مسؤول السلامة والصحة المهنية بيبقى الأرضيات والسلالم عملية تأمين العمال أو الفنيين اللي بيطلعوا على السلالم أو عملية تنظيف اللي هو النفذات أو النوافذ الزجاج في العمارات والأبراج اللي إحنا بنشوفها اللي بتبقى لواجهها زجاج بيطلع وينش يبقى زي الأسانسير أو وينش كده بيطلع الفني يعمل عملية تنظيف للزجاج واجهة العمارة أو البرج هل هو واقف في الونش ده واقف كده مش مربوط بحاجة لا طبعا ده هو بيبقى واقف داخل الونش او اللي هو السندوق المخصص للونش او الرافعة اللي بترفع على الزجاج علشان يعمل عملية التنظيف للزجاج بيبقى كمان لابس حزام والحزام دوت بيبقى من مهمات الوقاية الشخصية الخاصة بالعمال الفنين الخاصين بالمهنة دي لان احنا قلنا كل مهنة بيبقى لها مهمات الوقاية الشخصية الخاصة بيها فبيبقى كمان متعلق بيها في واير او نوع من الاحبال خاص بتأمين العمال او الفنين القائمين على هذا العمل وده بيبقى برضو مسئولية السلامة والصحة المهنية او قطاع السلامة والصحة المهنية طيب نشوف النقطة الرابعة منع وقوع الحرائق ومكفحتها منع وقوع الحرائق ومكفحتها والعمل على ايجاد عوامل الوقاية من ذلك اي منشأة اي منشأة احنا بندخل السوبر ماركت بنلاقي فيه طفاية حريق بندخل اي مطعم بنلاقي فيه طفاية حريق العربية بتاعتك فيها طفاية حريق المدرسة في القسم بالنسبة للطلبة اللي بتتفرر علينا القسم بتاعك المعمل فيه طفاية حريق التخصص القسم فيه طفاية حريق طرقة الدور او المدرسة الطرقة اللي فيه الفصول فيها طفاية حريق بيبقى المسئولية وقع هنا على مسئول السلامة والصحة المهنية انه يأمن لي وسائل منع حدوث الحريق وكمان وسائل التغلب عليها او ايجاد وسائل الوقاية من الحريق تمام وده هنتكلم في يعني خلال شرحنا وخلال نقاشنا هنتكلم عن وسائل الاطفاء او طفاية الحريق هنتكلم عنها باستفادة في حلقة سابقة احنا قلنا نبزة عنها ولكن هنتكلم عنها باستفادة جميع انواع طفاية الحريق وازاي نعرف مدة صلاحيتها وازاي نستعملها هنقف ازاي في اتجاه الريح ولا في عكس اتجاه الريح كل ده هنعرفه واحنا شغالين طيب هنا ده كان بيكلمني عن الحريق وطبعا الصور اللي قدامنا بتوضح لنا انه وسائل منع الحريق وكيفية التعامل معاها ولو شفنا انه يعني لو ركزنا في الصورة دي هنلاقي انه الحريق شديد ولكن هم العمالة الفنية اللي موجودة او العمال الفنيين المختصين باطفاء الحريق الزي المخصص ليهم او الافرول المخصص ليهم مش اي افرول الافرول ده اللي حدده مسؤول السلامة والصحة المهنية طريقة لبس القناع وطريقة وقفتهم والتعامل مع الحريق اثناء اخماده برضو المسؤول عنها مسؤول السلامة والصحة المهنية وهو اللي ضربهم على الكلام ده لانه بعد شوية واحنا شغالين بنتكلم برضو كده هتلاقي انه في دورات هامة بيقوم بيها مسؤول السلامة والصحة المهنية هو بيطلع يتلقى دورات وبييجي يطبق الدورات دي داخل المنشأة عن طريق اعطاء الفنيين دورات برضو خاصة بيه السلامة والصحة المهنية التعامل مع الحريق هيبقى ازاي نوع الحريق استخدم له طفاية ايه الوقفة امام الحريق هيبقى ازاي كل الكلام ده مسؤولية مشرف السلامة والصحة المهنية ده في اي قطاع بيبقى مسؤولية مشرف السلامة والصحة المهنية من ضمنها التدريبات المستمرة للعمال ما هو مش هو هيبقى المسؤول لوحده مش هيبقى قاعد في مكتبه وهو المسؤول عن السلامة والصحة المهنية لا هو جهز كل العمالة او الفنيين اللي موجودين في المنشأة جهزهم ان هم يقدروا يقي نفسه من اي اصابة او اي خطر ممكن يحصل وازاي لو الخطر حصل هو يتعامل معاه دي مسؤولية فني السلامة والصحة المهنية او مشرف السلامة والصحة المهنية طيب ديك برضو صور بتوضح لي انه هو ازاي داخل حتى الادوات اللي في ايده الادوات الخاصة في ايده تقول انه هو هيتعامل مع الحريق ازاي وان كان فيه ابواب او نوافذ هو هيفتحها فبالتالي بيقدر يتعامل مع الحريق من خلال مهمات هو بيتعامل بيها طيب هنا رقم خمسة او المهمة الخمسة المساهمة في رفع مستويات الكفاءة الانتاجي ودي احنا اتكلمنا عنها في النقطة اللي فاتت قلنا عليها ايه انه مسؤول السلامة والصحة المهنية ده بيطلع بيتلقى دورات وخلي بالكم في دول اوروبا او في دول الخليج كمان تخصص مطلوب اوي اللي هو فني سلامة وصحة مهنية ده تخصص مطلوب جدا وعندنا هنا داخل جمهورية مصر العربية طبعا بس انا اقصد اللي هما يعني الناس اللي بيحاولوا يسافروا للخارج للعمل لو انت واخد دورات كافية في السلامة والصحة المهنية سهل اوي انك تلاقي عمل في الخارج بخصوص او يتعلق بموضوع السلامة والصحة المهنية هنلاقي انه بيتلقى دورات تدريبية الدورات التدريبية بتتعلق بكل مهنة لانه داخل المنشأة الوحدة انت ممكن تلاقي اكتر من مهنة داخل المنشأة الوحدة ممكن تلاقي اكتر من مهنة في مهنة تتعلق بالكهرباء او اللي هي فني الكهرباء او فني التركيبات الكهربية في المنشأة في فني مثلا لو المصنع دوت مصنع مجغولات ميكانيكية او انتاج ميكانيكي فبيبقى في مكينات في قواعد سلامة وصحة مهنية تتعلق بالمكينات في قواعد سلامة وصحة مهنية تتعلق بارضيات المنشأة هل الارضيات دي تسمح بانزلاق الفنيين وهم اثناء سرهم على الارضية أو أثناء العمل هل الأرضية دي لو وقع عليها أو تم سكب يعني بقعة من الزيت أو إناء في زيت تم سكبه على الأرضيات هل الأرضيات دي قابلة أن هي تشرب أو تتشرب الزيت دوت بحيث أنه ما يبقاش طبقة على الأرضية يعمل مشاكل هل الأرضية دي هنقدر نتعامل معها لتنظيف الزيت ده كل دي قواعد أو مهمات للسلامة والصحة المهنية متعلقة بالسلامة والصحة المهنية هم بيطلعوا يتضربوا عليها وبييجوا يطبقوا الكلام ده ما بيطبقش هو ويبقى هو المسؤول الأوحد هو أه هو المسؤول الإداري عنها مشرف السلامة والصحة المهنية ولكن من خلال تدريبات وإحنا بنعمل الكلام ده مع الطلبة بتوعنا في المدارس بنعلمهم إزاي لو في مياه موجودة على الأرضيات في مثلا أجسام صلبة على الترابيزات أو على التزج أثناء العمل هيتعامل معها إزاي بنعلمهم أنه هو مثلا بيدي نظرة كده على القسم وهو ماشي لو في بريزة أو مفتاح مفكوك وخارج من مكانه هيتعامل معاه إزاي ونوع الخطر إيه وأول حاجة ممكن يعملها في التعامل مع نوع الخطر ده إيه كل ده إحنا بنضرب عليه الطلبة في المدارس والمنشآت الصناعية بيتضربوا على الكلام ده من قبل مين؟ من قبل مسؤول السلامة والصحة المهنية تمام؟ هو مهمته كبيرة مسؤول السلامة والصحة المهنية لأنه بيبقى مسؤول زي ما قلنا في التعريف الخاص بالسلامة والصحة المهنية قلنا أنه بيأمن بيئتعامل آمنة تمام؟ فهو بيتكلم عن جميع المهن فهو لما قلنا أنه بيتضرب على جميع المهن ويجي في المنشآة ياخد كل قطاع يدربوا بمفردوا على مهنته ومهمته بيعمل لهم بقى موضوع السلامة والصحة المهنية بما ياخد مهنته وصنعته تمام؟ طيب بعد كده عندي اتخاذ الإجراءات الوقائية وتدابيرها للحد من احتماليات الإصابة غير المباشرة هنا بقى لو خدنا بنا من الصورة هنلاقي أن ده عملية تسوير للمكينات والأجزاء الضوارة في المكينات وده نوع الشبك أو الأصوار اللي بتتحط حول المكينات هنا القصد منها إيه؟ زي ما قلنا أنه ممكن بدون دراية وبدون معرفة واحد فني دخل ناسي هو جاي الصبح لابس الكوفية بتاعته أو مهندس جاي بيدرب فني جديد فهو ناسي أن الكرفتة بتاعته نزلة منه كده فإيه؟ بيشتغل على المكينات فرحت اتسحبت منه في الجزء الضوار والكلام ده بيبقى مثلاً إحنا في المدارس بنقول للطلبة إيه؟ شعرك يبقى قصير الطلبة اللي هي شغالة على المتقاب مثلاً دي قاعدة من قواعد السلامة والصحة المهنية هما بيفهمونا غلط فيها الطلبة ممكن يعني في طلبة بتبقى يعني إيه؟ مش متقبلين الموضوع ولكن لما بيفهم أنه هو لسلامته وصحته المهنية أو ده موضوع أمن صناعي متعلق بموضوع الأمان داخل المنشأة أو داخل القصن بتاعه فعلى طول بيستجيب ليه؟ لأنه بيبقى التدريب مخصص ليهم من ناحية أنه مهنتك فيها أجزاء ضوار أو المنشأة اللي انت شغال فيها فيها مكينات فيها أجزاء ضوار وخاصة المتقاب بأنواعه بقى متقاب التسجأ أو متقاب الشجرة بيبقى فيه طبعاً الجزء الدوار فيه الجزء الدوار دوت الطالب وهو مش واخد باله وخاصة في بداية التعامل مع المكينات بيبقى ألقان ومتوتر فبيبقى نازل بدماغه برأسه كده على المتقاب قدامه علشان يبقى إيه؟ هو فاكر إنه هو واخد باله قوي أو بيحرس قوي أو إنه مركز في الشغلة اللي فيده قوي لكن هو مش واخد باله إن فيه مشكلة ممكن تحصل له اللي هي إيه؟ شعره لو طويل هيشبك فين؟ في الجزء الدوار بتاع المتقاب ولو شبك في الجزء الدوار بتاع المتقاب هينتج عنه إصابة لا محالة لا محالة فيها إصابة بأي شكل بقى هل المتقاب تغلب على الولد وسحب يعني سحب رأسه وشعره وتغلب عليه وكانت المشكلة الكبيرة ولا هو الولد قدر يتغلب وشد شعره أو شد رأسه بعيد بسرعة فحصلت له برضو مشكلة إنه هو ممكن جرح قاطعي أو حاجة فدي مشكلة بنقول لهم كمان الكلام ده طبعا مش للطالب بس إحنا قلنا إحنا بنخاطب الفئة شريحة كبيرة اللي هي العمالة والفنيين في المنشآت الصناعية بالكامل وطلبة المدارس كمان وهو شغال على المتقاب لو الأفرول بتاعه الكم بتاعه واسع أو إحنا بنشوف بعض الطلبة بيبقى يعني في حصل قطع فيه الكم بتاعه هنا فهو شغال ما بياخدش باله وهو ماسك يد المتقاب يد الإدارة في المثقاب أو بأنواعه طبعا زي ما قلنا التسجأ أو الشجرة وهو شغال ما بياخدش باله إن الكم بتاع الأفرول ممكن يلقط في الجزء الدوار أو في العمود الدوران في المتقاب تحصل المشكلة برضو وخاصة إن المشكلة هنا ممكن يبقى فيها كسر مضاعف لإنه هيفضل المتقاب يسحب الكم منه وبالتالي عملية عصر في زراعه ويبدأ عملية يحصل كسور ممكن كسور مضاعفة في الزراع كمان إنه الطلبة اللي شغالين على مكينات الخراطة والمقشاطة والفريزة كل ده إحنا بنتكلم عن تخصص الميكانيكا بالأخص في النقطة دي ليه؟ أو بنخصه ليه في النقطة دي؟ لأنه أكبر قسم فيه مكينات فيها أجزاء دوار الجزئية اللي إحنا بنتكلم فيها اتخاذ الإجراءات الوقائية وتدابرها للحد من احتماليات الإصابة المباشرة الإصابة المباشرة هنا هي اللي إحنا بنقول عليها دي بقى إنه هو ممكن المهندس اللي كان بيعلم الفني أو المشرف اللي كان بيعلم الفني اللي هو ناسي إن الكرفطة بتاعته أو الكوفية اللي بيرتديها ناسي إن هي نزلة لتحت كده أو طويلة طويلة فناسي ما خدش باله فحصل إنه حصل لها التفاف على عمود الإدارة في المكينة أحد المكينات اللي موجودة فعملت له ممكن أبسط حاجة إن هي تبقى عملية خن أو كسر في الرقبة يعني بيبقى فيه مشاكل كبيرة بنشوفها فيه أو بيتعرض لها العمالة في النقطة دي بالأخص تمام؟ طيب هل بيبقى فيه حل؟ آه الحل إنه هو إيه؟ بيبقى عملية التسوير عملية التسوير دي بتبقى حول المكينة أو حول الجسم الدائر أو الجسم المتحرك أو العضو الدائر في المكينة بحيث إنه ما ينفعش حد يوصله طيب هو كده كده جزء الدائر ده أنت ما بتحتاجوش في شغل هو دائر عشان بيدور جزء أنت شغال عليه تمام؟ لكن لو أطراف الملابس بتاعتك حزام الأفارول أو البالتو الكرفاتة أو الكوفية أو أي ما شابه من ذلك لو حصل التفاف عليه حصلت المشكلة إيه اللي يبعد الفني عن الكلام ده؟ وطبعا التسوير ما بيبقاش إنه هو بعيد جدا عن المكينة لا ما بيبقاش بعيد ده هو بيحجز أو بيحول دون وصول الفني أو جسم الفني أو ملابس الفني اللي بيرتديها العامل أو الفني بيحول دون وصولها إلى الأجزاء الدورة في المكينة اللي قدامنا طيب ده كده الخاص باحتماليات الإصابات الغير مباشرة وده صورة برضو بتوضح لي أنه في عملية تسوير على الأجزاء الدورة للمكينات بحيث أنه ما يوصل لهاش إيدي العامل أو ملابس العامل أو الفني ما يبقاش فيه وصول أو احتكاك مباشر بالأجزاء الدورة في المكينة طيب بعد كده رفع مستويات الوعي والثقافة المهنية لدى الأفراد طيب النقطة دي هنا لو بصينا على الصورة دي هنلاقي أنه عامل فيه هنا عمله حريق ده تدريب ده دي كده أثناء عملية تدريب خلي بالكم مش حريق حصل وهم فيه يعني فيه خطر حصل ده هو بيتدربوا على أن فيه خطر حريق حصل وبيتلقوا تعليمات وبيتعلموا إزاي هيتعاملوا مع الحريق وإزاي يعني بيبقى فيه رفع مستوى الكفاءة باستمرار بتبقى دورات مستمرة للعمالة والفنيين داخل المنشآت الصناعية وده بنعمله مع طلبتنا في المدارس اللي هو من وقت لآخر بيبقى بيتاخد مثلا تخصص تخصص يتعملوا زي لقاء أو دورة تسقفية أو محاضرة تسقفية عن قواعد السلامة والصحة المهنية وقواعد الأمن الصناعي داخل تخصصه إيه اللي ممكن يتعرض له هيتصرف معاه إزاي لو حصل إنه يعني لو حصل إنه زميله اتعرض مثلا يعني في قسم الكهرباء الخاص بينا مثلا زميلك تعرض لصعق كهرابي أو لصدمة كهربية هتتعامل معاه إزاي طريقة الإفاقة أول حاجة هتعملها إيه بنعلمه طبعا يوح يفصل الطيار الكهرابي بعد كده يبعد المصاب زي ما قلنا في حلقات سابقة بيبعد المصاب عن مصدر الصدمة الكهربية وبعد كده بيبدأ يتعامل مع المصاب تمام؟ طيب ده كده بموضوع رفع مستوى الكفاءة للفنيين أو لمسؤولي السلامة والصحة المهنية اللي بيقوموا بها برفع كفاءة برضو يعني هم بيتعمل لهم عملية رفع مستوى الكفاءة من خلال المحاضرات والتدريبات اللي بيطلعوه أو اللي بيروحوها وبيتلقوها هم كمان مسؤولي السلامة والصحة المهنية بيقوموا بتدريب العمالة والفنيين اللي موجودين في المنشأة برفع كفاءتهم برضو ومستوى الكفاءة ليهم يعني في طريقة التعامل مع المخاطر اللي ممكن تحصل عندي هنا تاني استخدام تقنيات حديثة لرفع كفاءة الأيدي المنتجة وتحقيق الحماية لها وسلامتها الجزء ده خاص بإيه؟ النقطة دي خاصة بتقنيات العمل يعني من حق مشرف السلامة والصحة المهنية أنه يقترح على المنشأة الصناعية ودي حسب رؤيته أنه مثلا المكينات اللي موجودة كانت من طراز قديم فمشاكلها من ناحية السلامة والصحة المهنية فيه مشاكل كتير فيه منتج تاني أو فيه نوع من المكينات دي أفضل كفاءة وموضوع السلامة والصحة المهنية فيه تقنية موجودة في المكينات دي بتقوم برفع أو بتقوم بحماية العمالة أو حماية الفنيين من نفسهم فبالتالي هو من حقه بيقوم أو ليه صلاحية أنه هو يعرض على القائمين على العمل يقول لهم والله فيه مكينة من يعني مثلا لو المخرطة مثلا أو المتقاب أي نوع من المكينات بيتكلم عنها أنه هو المكينة الفلانية فيه نوع جديد طلع الطراز الجديد بموضوع السلامة والصحة المهنية فيه لأنه عندنا إصابات حصلت بسبب المكينة الفلانية فعندي منها نوع جديد طلع أو طراز جديد طلع الإصابات المهنية اللي موجودة فيه دي قلت لأنه هم الشركة المنتجة عملت وسائل حماية للأفراد المحيطين فبالتالي هو من حقه يعرض الكلام دوت ويعرض رؤيته فيه موضوع الوقاية والسلامة والصحة المهنية من حقه يقول أن الأرضية دي بقت غير صالحة لموضوع السلامة والصحة المهنية أو موضوع الأمن الصناعي داخل المنشأة هو من حقه يعرض من خلال رؤيته هو ويقول أنه هل الأرضية دي تصلح أو لا أو نوع المكينة يصلح أو لا الصورة دي بتوضح لنا ان موضوع السلامة والصحة المهنية مش موضوع انه هو تدريب وخلاص او انه موضوع مثلا خطوات بتتنفذ ده هو الموضوع بيبقى ليه دراسة وموضوع بيبقى مهم جدا خاص بموضوع حماية الافراد المحيطين بالماكينات والمعدات طيب ده كله احنا كنا بنتكلم عن وحدة السلامة المهنية او وحدة السلامة والصحة المهنية في الحاجات اللي احنا قلناها دي طيب قواعد الامن والسلامة داخل مكان العمل هل بيبقى عندي قواعد انا لازم امشي عليها اه بيبقى فيه قواعد لازم اتبعها للحصول على او للوصول لعمل امن او ان انا احمي نفسي وانا شغال على احد الماكينات او انا في قسم كهرباء مثلا هنفذ عملية صيانة لأي الى موجودة عندي او هعمل عملية تمديدات كهربية او توصيلات كهربية او ان انا هقوم بتغيير او تعديل في بعض المآخذ والمفاتيح او البرائز والمفاتيح فيه قواعد لازم اعملها ايوة فيه قواعد عندي لازم اقوم بيها اول قاعد عندي او اول نقطة عندي وهي رقم واحد بتقول نظافة مكان العمل وترتيبه وارتداء المهمات الشخصية الواقية طيب مش ده احنا قلناه في مهمات الوقاية الشخصية في حالة قبل كده وقلنا انه من مهمات او من اساسيات عمل مشرف السلامة والصحة المهنية انه يبقى مسؤول عن الكلام ده هو مسؤول عن الكلام ده بس ضر بالفنيين وضر بالعمالة على انهم يقوموا بالمهمة دي يبقى اول قاعدة من قواعد السلامة والصحة المهنية داخل المنشأة نظافة مكان العمل وترتيبه وارتداء مهمات الوقاية الشخصية احنا بنعلم الطلبة انه اثناء شغلك وده طبعا بيبقى في المنشآت الصناعية والمصانع بيبقى ماينفعش بتخلص شغلك وتسيب الماكينة بتاعتك عليها الرائش زي ما هو ماينفعش تسيب الماكينة من غير ما تتنظف فني الكهرباء هو شغال بيبقى شغال بهلتي وشغال بشنيور وشغال بالعدة بتاعته مفكات والبنسة والأصافة ماينفعش يخلص شغله ويسيب التكسير اللي كان مكانه تمام ماينفعش يخلص الشغله ويسيب التكسير اللي كان مكانه وبعدين يسيبه يمشي ولما عدته كده من غير حتى ماينضف العدة بتاعته ومشي تمام احنا عندنا في المدارس بنعلم الطالب انه طالب التعليم الفني انه اثناء عملك انت بترتدي اول حاجة بتعملها بترتدي مهمات الوقاية الشخصية بتاعتك الخاصة بالعمل سواء لبست الافرول او لبست البلتو في خوزة انت لابس الخوزة بتاعتك لابس الجوانتي وخاصة ان انت شغال في مثلا تخصص الكهرباء مثلا بيبقى انت معرض للصدمات الكهربية فلازم بيبقى موضوع الجوانتي العازل في ايدك ده شيء مهم بحيث انه هو يبقى عازل بينك وبين المواصلات او الاسلاك الكهربية طيب القعدة التانية ترتيب مكان العمل ترتيب مكان العمل لازم ييجي بعد تنظيف مكان العمل لان تنظيف مكان العمل لا يجوز ان انت دي بيتعلمها الطالب بعد ما بتخلص يوم شغلك او يوم التدريب بتاعك داخل القسم بينفهمه وبيتعلم انه هو لازم يسيب المكان نظيف علشان لما ييجي الصبح يبقى المكان نظيف يبدأ يرتب مكان العمل طب ترتيب مكان العمل بيبقى بقى في ترتيب أدواته ومعداته وترتيب مثلا الترابيزات أو التزج مكان التنظيف وكلام ده بيبقى محتاج شوية ترتيب المكان دي سهلة بيقوم بترتيبها مهمات الوقاية الشخصية بيرتدي مهمات الوقاية الشخصية اللي بتحميه عن أي مخاطر وأي إصابات النقطة التانية النقطة التانية بيقول لي التأكد بفصل الطيار الكهرابي عن أي دائرة قبل إجراء أي عمليات بها في حلقة سابقة اتكلمنا عن النقطة دي وقلناها في عجالة كده النقطة دي معناها أنه التأكد من فصل الطيار الكهرابي عن أي دائرة قبل إجراء أي عمليات بها يعني أنت دلوقتي أي واحد الطالب مثلا لو هينفذ دائرة كهربية هينفع يخش يشتغل أو يدخل يشتغل كده في الدائرة الكهربية من غير ما يفصل الطيار الكهرابي لا طبعا مش يعني بيبقى واخد تعليمات من المدرس بتاعه أو المدرب بتاعه أو في المصنع أو الشركة بيبقى واخد تعليمات من فني أو السلامة والصحة المهنية أو مسؤول مشرف السلامة والصحة المهنية بيبقى واخد تعليمات انه ما ينفس اي عملية كهربية او اي دايرة كهربية ما يعملش فيها شغل الا لما يفصل عنها الطيار الكهربية وخاصة في نقطة يعني هو ممكن يبقى الفني ده متمكن اوي من شغله وفني ماهر اوي في عملية التوصيلات الكهربية او فني يعني متمكن من شغله يعني المهم انه بيترادى عن فصل عملية الطيار الكهربية ودي بنشوفها كتير في الفنيين اللي بيقولنا البيت مثلا او بنكلفهم بمهمات كهربية في المنزل بيبقى تلاقيه كده ما فصلش الطيار الكهربية وانت ممكن تقوله افصل لك الطيار فهو يقولك لا لا ما تشغلش بالك احنا وغدين على الكلام ده فده دي نقطة مهمة جدا خاصة ان هو ممكن عملية استضامه باي سلك اثناء التشغيل او المفك بدون دراية بدون قصد لمس سلكين فحصلت القصر او الافلة في الدارة الكهربية الحاجة المهمة اللي احنا دايما بنقولها للطلبة ايه خد بالك انت نوع التازجة او المندضة الترابيزة اللي انت شغل عليها خد بالك هي ترابيزة خشبية ولا لها قواعد حديدية نوع التازجة او المندضة اللي انت شغل عليها ايه هل هي معزولة عزل كافي هل هي الارضية يعني هي بتبقى من فوق خشبية ولكن بيبقى عليها برواز حديدي البرواز الحديدي ده بالارجل الحديدية بتاعتها هل هي انت ضامن ان تتحمي او تمنع وصول الكابل او الموصل او السلك او كابل التوصيل اللي فيه الطائر الكهربية ضامن انه تمنع وصوله لجسم التازجة او المندضة او الترابيزة اللي انت شغل عليها فبالتالي انت مش هتبقى يعني هتبقى مركز في شغلك تطاير السلك او استضامه بالتازجة ممكن يعمل اي مشكلة وبالتالي اهم نقطة عند دخول او عند التعامل مع الطيار الكهربية او اي دائرة كهربية فصل الطيار الكهربية عن اي دائرة كهربية انت ممكن هتتعامل معها او تعمل لها عملية الصيانة او شغلك في اي دائرة كهربية النقطة التالتة النقطة التالتة عندي بيقول لي التأكد من مطابقة فرق الجهد مطابقة فرق الجهد للمصدر للجهد المقنن لتشغيل الاجهزة والالات قبل تشغيلها ودي نقطة مهمة انت كفني كهرباء لما هتروح تشتغل او الطالب برضو بنأكد عليه انه لازم يبقى عارف جميع المآخذ في القسم مين فيها وجه واحد فين المآخذ الوجه واحد اللي هو بيشتغل على 220 فولت وفين المآخذ اللي بيشتغل على 380 فولت السلسل اوجه لازم يبقى عارف اللي اتنين لازم يبقى عارف جهد الدائرة اللي هو بيعمل لها صيانة او بيشتغل عليها او بينفزها لازم يبقى عارف جهدها كام علشان يدور لها يشوف لها المصدر المناسب يشوفها يحتاج محول خفض يخفض 220 على قد الدائرة اللي شغال عليها ولا لا وخاصة بنعلم لهم الكلام ده في دوائر اللي هي الالكترونيات في مادة الالكترونيات دايما بنعلمهم النقطة دي انه هو يدور على المأخذ المناسب يشوف المأخذ المناسب او مصدر الجهد المناسب اللي يناسب الدائرة بتاعته اكبر منها فبيحتاج لها محول خفض النقطة اللي بعد كده النقطة اللي بعد كده بيقول لي التأكد من صحة توصيل اجهزة القياس المختلفة مع الاحمال دايما بيبقى عندي اجهزة قياس بستخدمها جهاز مثلا بقيس الفولت بقيس الامبير لازم اتأكد من صحة التوصيل وصحة وسلامة الجهاز تأريض المعدات والآلات الكهربية والاجسام المعدنية لابد عند تنفيذ اي دايرة كهربية لابد ان انا اكون عامل عملية تأريض للمعدات بحيث ان انا امنع صغيران الطيار او طيار الخطأ في جسد الفني اللي موجود وقت حلقتنا للأسف قرب عن الانتهاء بتمنى ان يكون موضوع حلقتنا لقى استحسان حضراتكم وتمنياتي لحضراتكم جميعا بدوام الصحة والعافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة